بسم الله الرحمن الرحيم مع درس جديد من دروس المعرب والمبني فنتحدث اليوم عن المعرب من الأسماء كما قلنا قبل ذلك أن الأسماء فيها الأصل فيها الإعراب والفرع فيها البناء وتحدثنا عن أسباب بناء بعض الأسماء المبنية لماذا جاءت مبنية واليوم نتحدث عن المعرب من الأسماء الأسماء المعربة إما أن يكون الاسم الصحيح الآخر مثل كلمة الأرض وإما أن يكون معتل الآخر مثل الفتاة صحيح الآخر أي ليس في آخر حرف علة صحيح أما المعتل الآخر فهو الذي في آخر حرف علة إما ألف وإما واو وإما يا ما معنى أن الاسم معرب الاسم المعرب هو ما سلم من شبه الحرف أي اسم لم يشابه الحرف لا شبه وضعيا ولا شبه معنويا ولا شبه استعماليا فلذلك جاء معربا والاسم المعرب نوعان كما ذكرتم منذ قليل الأول صحيح الآخر أي ليس في آخر حرف علة ويظهر إعرابه على آخره مثل كلمة كتاب يجوز أن تقول كتاب قرأت كتابا ودار أقول سكنت في دار ظهرت بالجرة ظهرت الكسرة الظاهرة قلم هذا قلم مرفوع بضم الظاهرة يظهر إعرابه صحيح صحيح الآخر أي سلم آخره من حروف العلة ويظهر على آخره علامة الرفع أو النصب أو الجر بصورة أخرى تظهر على آخره الفتحة أو الضمة أو الكسر النوع الثاني من أنواع الأسماء المعربة قد يكون الاسم معتلا ما معنى معتل؟ أي آخره حرف علة ما هي حروف العلة؟ الألف أو الواو أو الياء هذه هي حروف العلة وإذا جاءت في آخر الاسم يسمى معتل الآخر ولا تظهر على آخره علامة الإعراب خصوصا إذا كان معتل الآخر بالألف مثل الفتى والمستشفى وقد تظهر علامة وتقدر علامة أخرى ما سنشرحه في درس الإعراب التقديري ولكن الآن مع الاسم المعتل المعتل الآخر تقدر على آخره أو على آخره علامة الإعراب فكلمة الفتى مثلا وهي معتلة الآخر بالألف تقول جاء الفتى جاء فعل ماض الفتى فاعل مرفوع فين الضمة؟ فاعل مرفوع فين الضمة؟ لم تظهر الضمة مقدرة للتعذر هنا الفتى لا أستطيع أن أنطيق بالضمة على الألف الليّنة تقول رأيت الفتى الفتى مفعل به منصوب منصوب بالفتحة بس فين الفتحة؟ أين الفتحة؟ مقدرة لا تظهر مررت بالفتى الباحر فجار والفتى اسم مجرور اسم مجرور أين؟ بوعلامة جره الكسرة الكسرة أين الكسرة؟ لا تظهر لماذا؟ للتعذر لا نستطيع أن ننطيق بها هنا طيب قد يسأل منكم سائل يقول ما الفرق؟ هذه الكلمات قد تكون مبنية كلمة الفتى مثلا أو كلمة المستشفى أو كلمة القاضي قد تكون مبنية لأنه لم تظر عليها علامة الإعراب في آخرها فقد تكون هذه الكلمات مبنية أقول لك لا ليست مبنية لماذا؟ لأن شرط الأسماء المعربة أن تكون شابهة الحروف وهذه الكلمات لم تشابه الحروف لم تستعماليا لم تشابهها شبها لا وضعيا ولا معنويا ولا استعماليا فهي معربة وليست مبنية لأنها لم تشابه الحروف وإلى محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى نتحدث فيها عن المعرب والمبني من الأفعال نتحدث فيها من الأفعال نتحدث فيها من الأفعال